السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات مستوى الإنسولين عندك سيعود إلى مستواه الطبيعي خلال أسبوعين إذا قمت بما سأقوله لك ارتفاع مستوى الإنسولين عندك سيجعلك تعيش في خطر خطر على صحتك وحياتك فرط إنسولين الدم وارتفاعه بشكل كبير مرتبط بطريقة أو بأخرى بالسمنة وزيادة الوزن وأمراض القلب وأيضا الأورام والسرطانات سأعطيك خطوات بسيطة وهامة من خلالها تستطيع أن تخفض وتقلل نسبة واحتمال تعرضك لأمراض ومشاكل صحية خطيرة تابع معي الفيديو حتى النهاية إذا عندك أسئلة تحتاج لأجوبة مختصرة اكتبها في التعليقات أما الاستشارات الطبية الخاصة فيمكن التواصل عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى في واتس أب إذا كنت تعاني من فرط إنسولين الدم ومن مقاومة إنسولين وترغب بخفض مستوى الإنسولين عندك واتباع نظام تغذي صحي ونظام حياة صحي فبداية يجب خفض النشويات أو السكريات أو الكربوهايدريت المكررة في نظامك الغذائي وهذا أمر في غاية الأهمية إذن أنا هنا لا أتحدث عن الاستغناء تماما عن النشويات إنما التنظيم وخفض الكمية الواردة من النشويات والسكريات دائما تحقيق الأهداف يحتاج لمراحل وخطوات المهم أن تبدأ أنت كمريض مقاومة إنسولين ومستوى الإنسولين عندك مرتفع بشدة نظامك الغذائي يعتمد في معظمه على النشويات وأطعم متنوعة تحبها مكونة من سكريات وكربوهايدريت ليس مطلوبا منك لابتعاد عنها تماما إنما تقليل الكمية التي ستتناولها تعال معي كي نفكر بمنطق ووعي أنت تتناول العديد من الأطعم النشوية والسكرية وهي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والكرب دعنا نبدأ خطوة خطوة يمكنك من خلال تناول وجبات منخفضة الكربوهايدريت وتطبيق نظام لوكارب أن تستمر بتناول وجبات لذيذة الطعم لكن الكمية أقل والكربوهايدريت أقل أنت بهذه الطريقة تكون قد بدأت بالعمل على تخفيض مستوى الإنسولين عندك لخفض مستوى الإنسولين سنضيف لنظامك الغذائي خل التفاح فخل التفاح سيساعدك في خفض مستوى الإنسولين إضافة للعديد من الفوائد أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح لكوب ماء صباحا طبعا إذا كنت تتحمل خل التفاح ولا ليس لديك مشاكل هضمية تمنعك من تناوله اختار خل تفاح جيد من مصدر تثق به وتناوله فهو يؤمن لك فوائد صحية عديدة أنا شخصيا أفضل خل التفاح الطبيعي المصنوع يدويا من عند مزارع أثق به اختار أطباق صغيرة أو صحون صغيرة لوضع طعامك فيها لا تختار صحون كبيرة وتضع بها كميات قليلة من الطعام ناول الطعام ببطء وأمضغ الطعام بشكل جيد تذكر أن 75% من عملية الهضم تقريبا تتم في الفم حاول أن تتوقف عن الطعام لدقائق في كل وجبة طعامية وعد بعد ذلك أنت ستعتاد يوما بعد يوم على هذا ستشعر بالشبع مع وجباتك قليلة الكربوهايدريت وعقلك الباطن سيعتاد على أن الطعام الذي تتناوله يكفيك تناولك لكمية كبيرة من الكربوهايدريت والسكريات سيسبب عبء كبير على غدة البنكرياس عندك وعلى جهازك الهضمي البنكرياس ستفرز أضعاف وأضعاف من كمية الإنسولين سيرتفع الإنسولين بالدم عندك إذن ما هو الحل؟ الحل ببساطة تقليل كمية الكربوهايدريت أنت عندما تقلل كمية السكر أو الكربوهايدريت التي تتناولها يعني قللت كمية الوجبة فأنت لا تخفض السعرات الحرارية فقط أنت تخفض الإنسولين الذي تفرزه غدة البنكرياس عندك وبالتالي انخفاض مستوى سكر الدم عندك عدد كبير من المرضى يراجعون العيادة ليسوا مرضى سكري طبعا مرضى سكري نوع تاني وعالجهم وأخفض جرعات الأدوية تدريجيا حتى الاستغناء عنها لكن هناك مرضى يراجعون العيادة شكواهم هي أنهم يشعرون بالانزعاج وعدم الارتياح بعد تناول الوجبات الطعامية ولساعات عندما أدقق في أسئلتي يتبين أنهم يتناولون وجبات عالية الكربوهايدريت وعن تناولهم لهذه الوجبات يرتفع مستوى الإنسولين وأيضا يرتفع مستوى سكر الدم ثم ينخفض وهذا يسبب لهم انزعاج كبير أنصحهم دائما بتناول وجبات منخفضة الكربوهايدريت من أجل صحتهم وصحة القلب والأوعية الدموية وأيضا لخفض مستوى الكوليسترول بالدم لديهم بدل البيتيفور والكعك والحلويات والمشروبات الغازية حتى ما يسمى منها الديت أو الهيلثي أنصحهم دائما بتقليل السكريات والكربوهايدريت وممارسة الرياضة أنت أيضا عندما تفعل ذلك سينخفض مستوى الإنسولين لديك وستشعر بتحسن كبير وستتخلص من شعورك بالتعب والانزعاج بعد تناول الوجبات ممارسة الرياضة في الجيم أو في المنزل أو رياضة المشي قد تظن أنها مجرد تمارين لتحسين لياقتك البدنية الأمر ليس كذلك قطعا الرياضة سيكون لها الأثر الفعال والكبير في خفض مستوى الإنسولين عندك يعني تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المزمنة السكري والغد الدرقية وارتفاع الكوليسترول ودهون الكبد وغيرها أتمنى منك أن لا تبحث عن أعزار أنت قادر على ممارسة الرياضة في متر مربع واحد في غرفتك ومجانا وبدون تكاليف مادية بإمكانك أيضا المشي لمدة 20 دقيقة يوميا هي كافية ليس مطلوبا منك ماشي ساعة أو ساعتين في اليوم طيب تحدثنا عن تخفيض كمية الكربوهايدريت في الطعام وملعقة تخلي التفاح مع كوب الماء صباحا وعن الرياضة أريد أن أنصحك أيضا بإضافة ملعقة صغيرة من القرف المطحونة إلى طعامك أو يمكن أن تتناولها كمشروب دافئ أمر بسيط أليس كذلك؟ لكن هذه الملعقة الصغيرة ستساهم بشكل كبير في خفض مستوى الإنسولين عندك بطريقة لا تتوقعها القرفة مفيدة جدا لصحتك ورائحتها ذكية ونكهتها لذيذة وهي ستساهم بشكل حقيقي في خفض مستوى الإنسولين عندك أنصحك بتناولها ستكون مفيدة جدا لك عندما ترغب في خفض مستوى الإنسولين وأيضا خفض مستوى السكر في الدم عليك باختيار كربوهايدريت معقدة بدل الكربوهايدريت البسيطة أنت بذلك ستخفض مستوى الإنسولين وتحافظ على مستوى سكر دم طبيعي عندك فتناول ثمرة فواكه مع أليافة برتقالة مثلا أفضل بكثير من إضافة ملعقتين سكر يعني كربوهايدريت بسيطة لكوب شاي مثلا لخفض مستوى الإنسولين عندك وأيضا مستوى سكر الدم وكي تكون بصحة جيدة بعيدا عن الأمراض اتبع نظام الصيام المتقطع بإمكانك صيام 16 ساعة عندما تتناول وجبتك الأولى 10 صباحا والثاني 6 مساء وما بينهما وخلال ساعات الصيام يمكنك تناول المشروبات الدافئة وأيضا شرب الماء حسب حاشتك وأيضا يمكنك صيام 18 ساعة عندما تتناول وجبتك الأولى الساعة 11 صباحا والوجب الثاني 5 مساء ويمكنك أيضا في بعض الأحيان خوض تجربة صيام الوجبة الواحدة وجبة واحدة في 24 ساعة الصيام المتقطع سيخفض مستوى الإنسولين ومستوى سكر الدم عندك لكن الأهم أنه سيحميك من الأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية والأمراض المزمنة وأيضا الأورام السرطانات وإليك هذا السر قلائل من يعرفونه عندما تتناول وجباتك يوميا بشكل غير منتظم يعني عندما تغير أوقات وساعات تناولك للطعام فهذا سيساعدك على تخفيض مستوى الإنسولين ومستوى السكر بالدم أكثر من تناولك للوجبات بشكل منتظم هذا ينطبق على الجميع لكن الفائد الأكبر عندما يطبق ذلك مريض السكري ومريض مقاومة الإنسولين تناول الطعام الغني بالألياف مثل الخضار الورقية والسلطات فهذا سيؤدي إلى إبطاء عملية الهضم والإحساس بالشبع لمد أطول بسبب تشكل مادة هلامية بجهاز الهضم تنتج عن تناول الألياف تناول الشاي الأخضر مفيد جدا كمضاد التهاب ومضاد أكسدي وأيضا يساعدك على خفض مستوى الإنسولين ومستوى السكر بالدم تناول الأسماك الغنية بأوميغا 3 خاصة سمك السلمون الغني بالدهون الصحية فتناولها يخفض مستوى الإنسولين لديك سواء كنت مريض سكري أو مريض مقاومة إنسولين أو كنت تعاني من سمني أو زيادة وزن أو كنت مريض التكيس مبايض أو سكري حملي تناول أيضا البيض ولحم الدجاج الغني بالبروتين والدهون الصحية نظام غذائك كما أقول لك دائما هو جزء من حياتك ومن نظام حياتك الصحي لذلك أنصحك بالابتعاد عن التدخين وعن تناول الكحول وأنصحك بالنوم المبكر والاستيقاظ المبكر كي يكون إفراز هرمون النمو عندك جيد وأيضا كي ينخفض إفراز هرمون الكورتيزول وهو هرمون ستريس عندك أنصحك أيضا بشرب الماء بحسب الحاجة جسمك يحتاج عادة 7 إلى 8 أكواب ماء يوميا طبعا الرياضة حكيت عنها هام جدا وبشكل يومي ولو 20 دقيقة أحبائي شكر كبير لكل متابع غالي دعم قناتي بميزة شكرا وشكر كبير للأحبة اللي انضموا للقناة وأصبحوا شركاء داعمين لقناتي وعم يتواصلوا معي عبر الواتس أب والأحبة اللي عم يسألوا عن كيف يتواصلوا معي عبر الواتس أب الضغط على زر الانضمام واختيار مستوى فيه واتس أب بعد اختيارك لهالمستوى سيكون متاح التواصل عبر واتس أب تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله بشكركم وبحبكم جميعا وبتشرف فيكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم إلي محبتي الكبيرة وتمنياتي القلبي بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم وللعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته